اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كن فعيل، يعني ايه كن فعيل؟ مين يبعارفين ان اي قرار في حياتنا؟ انا المسؤول عنه ان المنزلش افتقاد مين السبب انه منزلش افتقاد؟ انا السبب اللي محضرش الدرس الجمعيزي مين السبب انه محضرش الدرس؟ انا اللي اخر السنة اللي كاتب بتاعك النايروس حاس انه هو مؤثر مين السبب؟ انا ولا امين خدمتي ولا لازمتي في الفصل؟ ولا واقع اهلي في البت؟ مين؟ نبقى انا المسؤول ان انا انظم حياتي عشان خاطر مطلعش اخر السنة اللي بتاعتي النايروس اقول ده انا قصرت مين هي تعرف ان انت المتحكم في حياتك؟ اول عادة بتقول كن فعيل يعني ايه؟ يعني تفهم ان انت المسؤول وانت المتحكم في حياتك تمام؟ طيب درجة تفاعلك ودرجة امانتك في الخدمة او حتى في اشغان درجة تفاعلي في الشغل ودرجة انتجن في الشغل المنتمج علي انا حتى لو مثلا مثلا زميلتي في الفصلة ما بتحضرش خالص انا بتجيش حتى لو ايه خدمتي ما بيسألش عليا سوريان اللي مانية الخدمة بس بقولي اسوأ الابزام بزيان حتى لو خدمة اين علي قوي ومفسكيني حداك كتيره جيدا ان انا مش عارف محتاز فيها في النص درجة اعطاني دي مشكلتك انت مش مشكلة ربنا اللي وكيلك في الخدمة ذي وبدالك اللي انت تبقى مين تبقى خباني دي اول حاجة دي مش مشكلة ان امين الخدمة برضو ما بيسألش عليك انت ما تعرفش ظروفه وبرضو مش مشكلة ان زينك ما بيحضرش دي بتاعتك انت نظم الظروف اللي حواليك في الخدمة وحاول ان انت كنش يبقى لين عشاء خطر ردين اوكيلك في الخدمة ذي اول عادة بتقول كون فعال يعني تفاعلك وتصرفك في المحيط اللي حواليك بيعتمد على ايه؟ على حضرتك مش على الظروف حتى لو شيل حتى لو وقول بالرغم من الناس اللي انت هتقول ما تقولش حتى لو تقول بالرغم من انا السنة ذي بنامت ربنا اشتغلت كويس في الخدمة بتاعتي بالرغم من الظروف اللي كانت معكسين بوغم من الضغط الشغل علي بالرغم من ان مثلا النقدمين في الفصل السنة ذي كانوا وحشين جدا تمام؟ فاول عادة بتقول ايه؟ بكو اسعي اول حاجة ممكن استخدامه برضو من العاجة ذي مع المخدوم بقى ان انت تبقى فعال مع المخدوم ازاي؟ تبقى جود لأسمر العاجة ذي بتقول ان ساعات كسيرة واحنا بنوعد سنين نتعلم سنين نوعد نتعلم التعليم والكلام والكتابة في المدارس 16 سنة بس محبش بيعلمنا ازاي نسمع خدت بالكو قبل تبقى من حاجة ذي سنين دي يقعدوا يحشوا فينا معلومات معناه بس محبش عللمنا ازاي ببقى جود لأسمر مرة اللي يتعلم ان يبقى فعالين مع المخدومين وانت بس تسمع شوية ينسكت شوية ونسمع للاخر ولو انت اسمعته للاخر هو في درسة هيسمعت للاخر تمام؟ طيب العاجة ذي بتقول مراجاها تقول ما نقلش الحجاج ما نقلش الظروف قد صعب علي ما نقلش السنة كده انا مش عارف اتغير ما نقلش المين خدميتي او زميلتي في الفاصل او المخدوم جابي دايلي انا مش قادر استحميله دي الظروف انت ايه تطلع من الظروف دي حل للمشكلة ما نقلش المفروض كان علي افتقد بس انا ما افتقدتش المفروض كان علي احبر بس انا ما حبرتش بلاش نعم ارتبه خالص حطوا الظروف وحطوا بها حل طيب اول عاجة تعلمنا ان احنا نعرفين من المشكلة ونحاول نحبنها ونلقاس احنا نحن 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 نح لما تحط هدف كبير في حياتك وتتخيل ان انت وصلت للهدف ده هتوصل لو انت النهاردة سيد نفسك كده انا النهاردة خدمة في كمسة العدرة الزتون اشكرك يا رب بس في كده مش تعمل اي حاجة في السنة الجديدة بقيت الميروس لكن لو عادت تقول انا قصرت السنة اللي فاتت في الافتقاد وفي التحذير طب انا السنات بنعمة ربنا احضر كل اسبوع افتقط كل اسبوع خمس بنات او خمس ولاد عشان قاطر في الشهر اللي بقى افتقطت بوصله كله يبقى انت كده حطيت هدف انا عايز السنازي اهتم بالبنات والولاد انا عايز مفوتش ولا مرة افتقاد انا عايز احضر الاجتماع الروحي للمفروض احضره يبقى انت كده عملت ايه تخيلت ان انت هتكون مش مؤثر في وجهة نظرك او وجهة نظرك في اخر السنة يبقى انت كده عملت ايه حطيت هدف طيب اه لو بديت من النهاية هتقدر توصل يعني هتقدر توصلها هتمشي ستبس كده هتقدر توصلها اي حدا في الحياة بتجد كان نفسه يتصير كان بيحلم ان هو يتصير زي التيور اللي كان بيشوفها دي مددش في جناله كده فجأة يالله انا هاركد اجريحة وحاول اطير ما حصلتش حلم كتير ان هو حلم كتير ان هو يحلم او حلم كتير ان هو يعني بيتحرك زي الطائر او كده وبتبت بعد كده يترجم الخكرة دي لطريقة زي هتصير احنا برضو كده لو حلمت بحاجة كبيرة قوي حتى وحاجة كبيرة جدا هتقدر توصلها باع الخطوات اللي بعد كده العادة التانية بتقول احنا العادة الاولى بتقول احنا عرفنا احنا فين العادة التانية بتقول احنا عايزين بقى نوصل فين تخيل انت عايز توصل فين في خبلتك في شغلك في حياتك ضع الهدف ثم ضع خطة لتنفيز واني هاوصل ازيها باخر السماء دميري مستريخ لما مقصرتش هحضر هاخدر الاجتماع واخد اجتماع الصلاة هعمل 1-2-3 عادة التانية بتقول حط خطة للهدف اللي انت عايز توصل احنا فكرنا بالطريقة زي هتلاقي اتناغهك بتفكر بطريقة مختلفة كم مرة كده تبكدي اتفكر انا عايز اترأى في خلال تلات سنين هتلاقي اتناغهك بتبني اوطوماتيك اي حدا تحللها لطره زمنية ولطريقة اللي انا عمله انا عايز اترأى في خلال تلات سنين طول وعره وتقدر ترسله ولو اي حد اغير فكري هتلاقي نفسك حياتك كلها اختلفت بعد كده مش هتصدق ان في حدا اسمي مستحيل وتقول الفكرة عملناها حط خطة التنفية هتصبح حقيقة لاحظ أفكارك لأنها ستصبح كلمات الأفكار اللي انت بتقولها هتترجم كتاب المكبس بيقول ايه من فضلة القلب يتكلم على اللسان اللي بوك بيخرج يخرج على لسانها لاحظ كلماتك ستصبح أفعال كلماتك لما نتكلم كتير أنا لو شفته هضربه أنا لو شفته هزأه حتى لو انت مش انتكت في الأول اللي انت تضربه هزأ بس كلماتك غصباً عنك بتشكل أفعالك أفعالك ستصبح عداد حاجة بعملها كثير هتبقى اين هتبقى عادة لو انا على طول مش بفتقد الجنات لو انا كل جمعة عددني مش محضر خلاص بقيت عادة عندي ان انا كل جمعة عددني مش محضر طيب العداد هتصبح نداده بقى حاجة تقول بعد شوية بقى ما بحضرش كثير مش كفية اول احنا بيهن للخدمة مش هوموا عارفين اللي احنا عم ضغطين في الشغل وعندنا حاجات وبيضي برضو الخدمة بنجاب لي بقى على ربنا فوقيز بحاجة عندك ان انت باي كل جمعة مش محضر عادي كل سنة بتمر علينا ما بنفتكش تمام بعد كده مبادئك بقى هو اللي اتحاقد مصيرك هي بقى اللي هنقف متوازن كده قدام لدنا أنا بديتك ولادي عملت فيهم عملت معهم ايه فالمبادئ في حياتك دي ما نبعها ايه اصلا؟ ما نبعها ايه؟ ما نبعها فكرة فانت لو فكرة بتجدده دايما ودايما بتحطه خطط ودايما مسحصح انت رايح فين ودايما عايز روح فين هتلاقي حياتك كلها حاجة يعني حاجة محصلتش يعني العاجة الاولى بتقول انت المتحكم في حياتك انت المسؤول عنها براه من الأهم الاول العاجة التالية بتقول اتيني بقى نفس فكرنا وحطينا البرنامج اتدي بقى ايه؟ لازم تنفذ البرنامج طيب في حاجة اسمها الجدول اللي هي ممكن تقسم الوقت الاربع مربعات ممكن يكونوا كثيرة عاكمها منكم ممكن تعمل الجدول كده مربع وتحط امور مهمة ومستعجلة زي كوارث التيارق حد وقع حد عمل حد في البيت تعبين لازم اروح حالا طيب المربع التالي بيقول امور مهمة بس مش ارجنت مش لازم اخلصها بالوقت كمان؟ زي ايه؟ زي اللي انت تتخطط حياتك زي اللي انت تبطيجي تقول انا بكرة هعمل ايه و هساوي ايه ده مربع التالي ده اهم لمربع مهم ومش مستعجلة مش ارجنت مش كارثي لو انا ما عملتوش دلوقتي المربع التالي بيقول في امور مهمة ومش مستعجلة ومش مهمة لازم عندلها حالا ارد على مكان التالي فون حد بيتصل بيه كتير فهبتزي اقلق ارد عليه ده حاجة مستعجلة بس ممكن بطلع مش مهمة قوي المربع الرابع بيقول انها هي امور جيل مهمة وغير مستعجلة المربع ده زي تدريع الوقت زي التسكة لو انا كده زي هقين بقونا لف في شغلي مثلا ما بعملش حاجة او زي اللي انا عطي تتكلم عنه اسده اسمها مور غير مهمة ومستعجلة في رأيكو اني اهم المربع في دول مفيش ولا واحد مهمة اني اهم المربع اني اهم المربع على المهتم مدين لو احنا وقتنا بيتوزع في الاربع اطلع طيب انت اصدقت ولا مش انسلم لو احنا وقتنا بيتأسل في الاربع مربعات دول اني اكتر مربع لنفرد احنا نقذ في وقت ها حدي بيولي التاني ها حدي بيولي التاني برده يمزاوب ايه امتا في حياتك بس انا باجي دي تتطبق في حياتك وفي خدمة اي اتنين ها لا لا انا قصدي اهم واحد يفرق في حياتك هل المربع الرابع الامورة غير مهمة وغير مستعجلة اللي انا لو قابد فيها وقت كتير حياتي انتبقى لها معنى تحب الاول ايه الاول ايه انا ما بقولش اهمية كل واحد انا بقول لو انت انا عدى بيتك وقتك 14 ساعة في اليوم والما في تقسمها على الاربع مربعات انه هيفيدك اكتر لو حطيت الوقت في انه مربع التاني الاول اللي انا بقولك امور مهمة انا مستجل قزمات الكوارس هل انت حارق طول يومك تقضي وقتك في انور كوارس بتحل حاجة بسرع نقسمه على الاربع اربع تمانيات هنستفاد اكتر لو انا بيت ربع يوم في المربع الرابع النور غير مهمة وغير مستعجلة المربع التاني المربع التاني اجابة بزبوطة ليه؟ المربع التاني هو اللي بيفرق في حياتي هو اللي بيشكل حياتي اللي عارفين ليه؟ اللي احنا قلنا اللي احنا قلنا ان في العادة اللي قبل كده ان اللي بيفرق نخطط لحياتي لازم اعرف انا رايح فيه طمان نهاردة لو قديت وقت تجير من يومي في التخصيد هبطيدي اوصل لو انا النهاردة عايزة اوصل مثلا ان افتقد الفصل كله في اخلال شهر او في اخلال اسبوع لو انا النهاردة قديت اخطط للكصة دي اكيد اوصل لها لكن لو قديت كل يومي اللي عمال احل في نشاكل بنات ارجنت وحاجات مستعجلة جيت لازم احلها دلوقتي وربعين كمان ربعة حاجات كلام فاضي بضيع وقت وربع كمان اللي استعجلة بشوهن عمكال التليفون او كده هقدر اوصل اللي انا عزينا امش هقدر اوصلها المربع ده بيقول لنا ان انت لازم تقضي اغلب وقتك في المربع رقم اثنين تخلص بسرعة المربع رقم واحد وتحاول تقلب بسرعة وقتك اللي بتقضي في المربع ثلاثة واربعة عشان اغلب وقتك تقضي في التخطيط والتخطيط اللي بكرة انا هعمل ايه بكرة تمام؟ الناس الاكثر فعالية لو انت عايز استنين من المك صح بسرعة المربع الثالث والرابع مش يتمر عليه كتير المربع الاول بتخلصه بسرعة وتحذي اغلب وقتك في المربع الثاني طيب ازي اقضي اكبر فاطلة بقى في المربع الثاني طيب فيه نشاطات لو حضراتكو عملتوها هتدربوا وغفصوكو ان انت ينقوا الاربعة وعشرين ساعة ثلاثة اربعة ويبقى في المربع رقم اثنين زي ايه؟ ان انت تقول شو ايه مع نفسك؟ تفكر اغلبنا حياته سريعة صح ولا ايه؟ اغلبنا حياتنا في سرعة دراس حالصبح بجلق من السرير واطلع على الشغل وخلع شو مفيش ما بيهدي مفكر صح؟ ما بفكرتش انه كان واحد فيه مفكر ان انا هعمل ايه مع فاصلي السنازي كان واحد فكر ان انا مثلا هشوف انتنات اللي عندهم احتياجات خاصة مثلا وهبطيب اهتم بيهم فعملناش كده زي كل سنان اخدنا كشف الفاصل بتاعنا اتعرفنا على الفاصل حدرنا على الدرس او ما حدرناش رقنا الخدمة ورجعنا من الخدمة كان واحد فكر ازي انا اخر السنة مش هبقى ملين من دمير يجلاش حتى من اي حد من برد ده لو انا دربت نفسي كتير على التفكير ان انا قعد كده اخدت فول ستوب ادي رايز لخدمة الصبح اقعد عشر بقية قد افكر انا النهار ده رايح الخدمة ليه انا النهار ده عايز ا اوصل ايه من الخدمة عايز اوصل لبناتي اين لو عادت افكر شوية الصبح ادي مانزل الخدمة فقه ان اليوم بتاع خدمة بحاجة مختلفة خالص ايه ديني التمرينات الرياضية التمرينات الرياضية بتوسع مدارتنا شوية ازاي ان انك بيبقى عندك طاقة اكتر ولما يبقى عندك طاقة اكتر بيبقى فيه هورنوز تتفرز في الجسم وتتخليه عندك القدرة اكتر على التفكير فطبعا كلنا ما بنعملش كده كلنا بنتمنى نروح الجنة بس ما بنعملش كده استثمر وقت الفراغ لو انا عندي وقت فراغ اللي هو المربع الرابع بدلا نقعد اتسكع والاف عالناس بالتلفونات طيب مكتبلي افكر ان انا اعمل فيه حاجة مفيدة اقرق طيب ادور اعمل سرشة على حاجة في النت اتخيل دايما مستقبلك هتقدر اتخيل مستقبلك هتقدر تخيلك ده بدر توصل العادة الرابعة بتقول النجاح للجميع فيه مبادئة كده بنسمعها كثير اسمها ايه اعلاقات انسانية بتتحدد بالصور اللي احنا قلنا اول حاجة النجاح يعني ايه يعني انا وانت عارفين ايه علاقة يعني ايه علاقة يعني مثلا انا بتكلم مع ليس مونة فيه حاجة ما نجيس معها علاقة فيه اشغالنا في الخدمة مثلا ازاي هم نجح الفاصل ماشي انا والخدمات اللي معي في الفاصل فيه ما بيننا علاقة اللي هي الايه الفاصل بتاعنا صحة ولا غلط طيب انواع العلاقات الانسانية بتتحدد من ست انواع خلينا نشرحها مع اكزامبي النجاح النجاح يعني انا شريكي في الفاصل ننجح مع بعض ازاي ننجح مع بعض ان انا اقول نكحين ان الفاصل يوقف على رجليه الفاصل يبقى يتقدمه افتقاط كويه الفاصل بيبقى احنا الاتنين بنخبر كل اسبوع من فاش واحد واحد يحضر دي سمع وين وين احنا الاتنين كاسبانين اقولكو اعزامبي تاني لو احنا في مشكلة مثلا نشوف الخدمة ازاي نطلع من المشكلة دي احنا الاتنين كاسبانين هو دي سمعها وين وين ساتيواشن دي سمعوها كتير اكيد دي النجاح الخسارة دي بيبقى حد عايز ينجح ولا حواليه يخسر تمام؟ انا انجح ولا حواليه يخسر اللي بعد كده انفشل النجاح انا باجي على نخي اوي عشان اللي قداني ينجح فاعطول عمبي عايشة في اللي انا فاشل تمام؟ بعد كده انفشل الفشل طب انا لو فشلت انت كمان هتفشل ومفيش حد هينجح عليا وعلى اعجائي تمام؟ بعد كده فيه النجاح انا عايز انجح بغض النظر اللي حواليه هو اعمل ايه؟ مليش دعوة بنيه مليش دعوة هم بيعمله ايه؟ بعد كده النجاح او لا اتفاق لا ننجح نحنا الاتنين تمام ايه ما ننجحش طيب تتوقعوا اني موعة من الستة هم واحد يحققوا في حياتنا في خدمتنا الاولون رجل الكل يبقى كاسباني لازم انا ما اقولي في خدمتي ابقانا كاسبانة والبنات كاسبانين والخدمات اللي معايا كاسبانين كلنا كاسبانين في شغلي برضو كذلك اي مشكلة تخشوها اتعلموا انه يبقى العلاقة اللي ما دمنا اي مشكلة نتعلم انه يبقى وينن احنا اللي اتنين كاسبانين بلاش انا انجح والقداني يفشل مش ده النجاح مش ده النجاح خالص خلينا نضغب نفسنا دايما ان العادة الرابعة بتقول ان نجاح للدنيا كلنا ننجح لو دخلنا اي مشكلة وتعلمنا ان كلنا لازم ننجح هبقى حياتنا مختلفة خلصة تلاقي بنجحك بتفكر بطريقة مختلفة اي دايما انت بنجح بتقولك انا ليه انجح والقداني ننجح شا تلاقي نفسك بتخترع افكار عشان احنا اللي اتنين ننجح فده طبعا بيكون في مصلحة في مصلحة البغدور مفتصلحتك مفتصلحت الخيبنا كلها دور عليك العادة الخامسة بتقول افهم اولا ساعات كثيرة بندخل في المناقشات وبندخل في الخدمة ومش بنحاول نفهم الموز بتاعت اللي قداني ايه المشكلة اللي قداني ايه احنا بعدنا كم شهر بالناس في الفصل البديد حوالي شهرين صح تم واحد فينا انا شايزة اليو ده بص يمي كان واحد فينا عرف فعلا احتياجات كل واحد من فصله بنات وولاد ايه البنت تزيب تحب تكتلم كثير والبنت تزيب تحب تتعب عن رأيها كثير الولد عنده مشاكل في البيت الجروب ده عنده ابن حد مسلا يعمل شغب كان واحد فينا درس الفصل اعتقد شهرين ده كثير شهرين ده كثير اللي انت تعرف المخدوم بتاعك بائز جدا وتدخل بيته وتعرف مشاكله ايه افهم مخدومة اولا عشان خاطر تقدر تطلع احسن طاقة ديك في ميتة تقدمه تمام؟ زي ما رأتلكم المقول الاولانية سي نعلمونا نتعلم نقرأ ونكتب ونتكلم بس معلموناش نسمع معلموناش ازاي نفهم بعض اوكي؟ اوكي في اربع تفاعلات بتبقى احنا بنتفاعل بيها لما حاج بيتكلم قدامك اوكي انا اقورة بقى بصوا هلو مش اسفل تبقى؟ اوكي في اربع تفاعلات احنا بنعملها لما الناس بتتكلم اول حاجة ممكن يبقى المخدوم بتاعي بيتكلمني وانا بتجاهله مش المخدوم بس اي حد بس هين كم ركزة ان اوارد عخده ممكن يبقى المخدوم بتاعي بيتكلم او سألني سؤال وسط الدرس وانا كملت الدرس عايزي ممكن المخدوم بتاعي يسألني سؤال او يقولي كومنت وانا اعمل نفسي سمعه بس انا باتظاهر باتظاهر ان انا سمعه وانت مستعمه فمش هتقدر تقدمي الحال مش هتقدر تقدمه الحاجة اللي هو محتاجه هو بيتكلم عشان عايز حاجة لو فهمنا ان هو عايز الحاجة دي اكيب مش هنرب بالطريقة رقم واحد او طريقة رقم اثنين في حاجة تالتة بختار اللي على مزاج المخدوم يسألني سؤال مركب مثلا او سؤال اروح انا اختار الجزء اللي يخدم الدرس تفرق فخلاصه تفرق مستقبلي فعلا اهتم بكل كلمة بتسمعها ممكن تتجوض على جزء بالوقتي عشان ما تعطلش الدرس بس افتكر ان فلان سألك سؤال عايز اجابته قبل ما تروح مهاردة ومفروض تتجوضه كنبيب بعده ما تخلص يا مينا انت كنت سألتني سؤال انا منسيتش ان اجوضتك في جزء الجزء التاني انا مفروض تعالي نتكلم فيه سوا ممكن السؤال اللي بيسألي جايب انا اكاس ممكن السؤال اللي بيسأله ده تبقى حاجة خطيئة دينا هو وعيشها هو بيحاول يسألك السؤال عشان يعرف الحل اللي هي ايه فده لاش نختار ما نسمعه لا لازم نسمع كويس ايه بقى ده الرقم اربعة اللي هو المفضل اللي انت وانت بتسمع اللي انت تسمع كل حاجة تسمع كل حاجة ارجوكم المخدمين فعلا بيقولوا مشاكلة منك الكلام احنا ما بناخدش بالنا فده لاش نتجاهل ده لاش نتظاهر اللي احنا سمعين ده لاش نختار اللي احنا بنسمع وليس نسمع كويس ماليش حاجة ومنال خدمة ده ممكن يزعانه مني حاجة لو الدرس باز اقفل الدرس واشوف هو عايز يتكلم في ايه احنا مش جايين حكومة مش بنحكينا لها انت جاي خلاص المخدوم لو النهاردة خلاص واننا اجاوبوا على كام سؤال يفرق في حياته اقفل الدرس واتسمعوا واتجواب على الاسئلة اللي هو بيقولها ازاي انا من ملكة الاستماع عندي ازاي اسمع يعني اتعلم ان انا اسمع الناس كويس في كذا طريقة اول حيات المرحكاوي التقليد يعني تقولوا نينا انت سألك سؤال مثلا ازاي استعب كويس مثلا انا رايح القديس ونينا انت سألتوني ازاي استعب كويس وهنا رايح القديس الاجابة بالواس هو لما انت تقيد عليه السؤال هيفهم ان انت سامع كويس تمام؟ في حاجة تانية سورة الاعجة سياغة المحتوى المحتوى التقليد المحتوى التقليد ان تقيد علينا قالي واتجاور بعد كده اعاجة سياغة المحتوى تقوله انت اصدق ازاي استعدي جسديا ولا ازاي استعدي روحيا قبل ما اروح القديس فمتك فهمته ان انا سامعه لما تعيد علينا هو قاله اول مرة انت بتقوله ايه انا سناتك يا حبيبي لما تقوله سياغة السؤال بطريقة كنية انت درجو بتقوله انا فهمت انت عايز تقول لي ايه الاجابة كليسي فيه حدا تلتة انت تظهر مشاعرك تقول له اه ده سؤال حلو اوي ده هيحسسه ان انت سامعه كويس رقم اربعة ان انت تعيس نفت المحتوى وتقول له مشاعرك على فكرة انت فقالت السؤال ده انت قصدك صحي كده ودي حدا كويس اوي كويس اوي انت ساعت السؤال ده هيعرف ان انت سامعه هيعرف ان انت مهتم مهتم بيه الوحده كده ده تفرق قوي على فكرة مع المخدوم تفرق قوي انه هارده لو حد فيكم مثلا رفع ايدي وعايز يسأل سؤال وانا متكلمتش وسناك هتفرق معك ولا لأ هتحاس ان انت ليك اهمية ولا لأ اه عملي كده مع المخدومين ماشي بك استدق تبقى انت تتناغم يعني ايه تتناغم التناغم هو انت تدني علاقات ابني علاقات مع الولاد اللى بفاصله انهارده التدني brandig الذهبقى قاعدة شهرين مع فاصله والمفروض ابقى العارف كل واحد باسمه دا الم oben pp يعني عارف كل واحد باسمه اسمه السولاء كمان دا المفروض المفروض ابقى اي Hmm مكلم كل واحد بعرف هو تقريبا مدريس ايه مثلا لو حساui مشهن مع علني ولا عدبي ابتدائي مثلا في مدرسة ايه اعجازي هو بيحب مدك ايه اللي انت تبني علاقات مع المخدومين بتوعك مع الخدمات والخدام البدارين اللي معاك في الفصل تمام؟ اللي انت تحترم لاخرين لما تحترم اللي حواليك لانت كده بتتنغم مع بعض فضاهرت يقول ده فلان ده محترم اوي ده بيحترمي فاتلي ايه؟ ايه اتوماتيك بيقول عليك ايه؟ ده محترم اوي بعد كده اللي انت تحاول طبع حلول للضعف انا وذنين اللي في الفصل مفيش كيميستر مدنة هده اللي اوي هسيب الخدمة ولا احاول اللي انا اشوف اخلق كيميستر اخلق كيميا مدنة اخلق حاجة مشتركة انا هو يعني ايه هنحس اللي احنا ماشيين مع بعض في اتجاه الوحيد ممكن انت زنينتك مثلا او زنينك اللي في الفصل ايه وانت مش لسه مش متعود عليه اوي لاجه انت حد المشكلة دي شوفوا حاجة مختلفة اتعملوها مع بعض انزيل افتقاد مع بعض وبعد افتقاد اعافوا اشربوا ايه حاجة مع بعض او روحوا في ديوت بعض انا عايزة كيميستر سيبي عندي ويجيت نتكلم من حكي شوية عالبنات اللي في الفصل انا احنا في ضعف مدنة في العلاقات في الفصل او مع عالين الخدمة ممكن ساعات ده بقى من جوايا منتدايق من امنية الخدمة حاول انت تحيي المشكلة دي حاول انت تصليه وتحاول انت تقرب منه وتتكلم معي اخد وردي معي كده ويعرف هتلاقي الجميد اللي مدنكو ده تقصر تمام ان انت تتعاون اتاصق في الحواليك هتلاقي انتو في كيفية ناغب مدنكو انا النهاردة لو اتصالت بازميتي في الفصل واعتلها ايه رأيك يا فنانة نهاردة لو عايزين نعمل افتقاد من الفصل كل الاسبوع ده تيجي انا وانت ينقسمها تبشوف انت حد تقسميها بأني طريقة لما تحس ان انت بتديها تدفع ايه رأيك لو عملنا كذا او يقولوني رأيك نامل ده ازاي هيبقى فيه تانياغب مدنكو هتحسوا انتو بتشتغلوا فريق واحد في الفصل وده طبعا هيصبت مصلحة المخدوم تمام ابحث عن طريق ثالث يعني انا ابحث عن طريق ثالث بدلا من ان يحالوا لكل طرف عرض بدأله انا وازميتي في الفصل عايزين نعمل حاجة وشارفين نعملها ازاي انا عمالة اقول options عندي وهي عمالة اقول options عندك طب ايه رأيكم مبلاش نعرض وتعالوا انا وانتو نخترق طريقا نحل بيها المشكلة دي فحياتنا عن مكان في اشغالنا لما بندخل اي اخناع او اي فايب بندخل انا رأيي كذا انا رأيي كذا وهو رأيي كذا طب ما نسوك رأيي ورأيك على جنب ونحاول نشوف طريقة تالتة نطلع بيها حل الطريقة دي هتخلي فيه تماغم مدينة ومدين زميلة اللي في الفصل او زميلة اللي في الشوط الجراب الطريق دي حتى في البيوت لو احنا مع بابة ومسلا نمعتنا كبار بس ممكن يكون بنشد معهم في البيت اي رأيكو لو حط رأيك على جنب قلت المرة طب اي رأيك يا ماما لو عملنا حاجة وسط ما بين الاتنين جراب الطريقة دي هتكسر حاجز كتير جدا مدينة ومدين اي حد انت عامل معا مشكلة ممكن يكون الطريقتين صح او الطريقتين مش مسبسين صح لو صح لو صح موفق بقى بص احنا هدفنا اللي احنا نوصل احس انا وعزيز اللي ايه بنعرف مشتغل مع بعض في الفصل طب هحسها زي لو كل مرة عزيز اعيز يقمل رأيه وانا كل مرة عايز اقول رأيه هتحصل ازاي لكن لو انا في مرة قلت اي رأيك عزيز طيب تعالى ناخد مكس مدينة الرأيين ونعمل المحل الفلانه كده اكيد ام عزيز يجي يتكلم معا المرة دي هيبقى عارف ان انا وكل سيوة هنتفهم لازم هنتفهم صح لكن اقولوا ما انا حبيت افرد رأيه حتى لو صح مش فرقة تعملوا مكس حالي مدينة الرأيين ولكن زي استاذ عزيز يقول ان ممكن الرأيين تلقى غلط فبلاشنا بنمسك قوي في قراءنا تعالوا نسيبها على جنب عشان خاطر نتناغب مع اللي حوالينا مع فاصلك مع المخدومين مع قليل خدمتك مع فديتك في شغلك معين العادة السبعة بقى التجديد يعني احنا عملنا خطوات كتير قوي اول حدا احنا عرفنا احنا فين النهاردة انا خادم في العدرة الزتون ومعسؤول عن فاصلك كذا في التالي حاجة انا عارفت انا عايز اوصل بفين الفاصل ده عايز افتقد كويس عايز اقحضر كويس عايز اعرف مشاكلهم عايز ادخل بيوتهم يبقى انا كده عارفت انا عايز اعمل ايه وحطيت خطة لزادك العادة التالتة بتقول ايه انت عارفت انت عايز تعمل ايه يلا قم نفز اللي انت عايز تعمله تمام؟ العادة الرابعة بتقول ايه انت بتنفز اللي انت بتعمله لازم تعرف ان نجح للجميع لازم كلنا ننجح تمام؟ يعني وانا لما حطيت الخطة بتاعتي معلش لما حطيت الخطة بتاعتي مش لازم انا بص نطلع كاسبان لا لازم كلنا نبقى كاسبانين العادة الخامسة بتقول عشان كلنا نكسب عشان تكسب ومحيط خدمتك ومحيط شغلك وبيتك لازم تفهم اللي حوالين كويس نفهم اللي حوالينا كويس اسمع كويس وتفاعل مع الناس كويس عشان الناس تبتدي تقوم وتحل يعني يتكلم مع اكثر مشاكلها العادة السابقة بتقول لازم وانا في فاصلي وانا في خدمتي وانا في شغلي لازم اتنارم لازم الناس لما تيجد قابلني تحس اه ده حد مريح ده حد تلاتين مشكلة هنتفاعل مع بعض وهنعرف نحلها العادة السابقة بتقول ايه؟ قولي تقول من كل ده مينفعش تنشي برضو على خطه ويحتزم كل شوية بتجدد فيه اربع ان نعمل التجديد لازم نعملون لو ان احنا كلنا كل حياتنا مشينا في خط واحد اتلاقي نفسك وقاعة في النص لو بتحضر حلو قوي كل ونجومع بنفس الطريقة اتلاقي نفسك زمقت اتلاقي نفسك في يوم من الآيامة درس تلع وراتين ما بازلتش فيه مهول تعالون نشوف اربع طرق للتجديد لو نفزناها هتوقعوا ان العادات بتجدد نفسها بنفسها اول حاجة فيه بابة الزيائق البعض الخاص بالصحة ولنا طبعا بنريح بناء قدام التليفيزيون بس حد فينا فكر يروح الجيم حد بقى لما فكر يروح الجيم راح فعلا الجيم حد لما راح الجيم واضي بعد الجيم انا واحدة الناس اللي ما واضبتش كلنا مش بنهتم بجسمنا صح كلنا بنهتم بيه الاكل والشرب والراحة قدام التليفيزيون لكن مش بنحاول ندي الجسمنا حاجة مفيدة تفيد فعلا زي التمرينات الرياضية زي الجيم زي شوية ماشي المبادة دي في الجيد نجربوا كده اسبوع كل يوم تمشوا نص ساعة فيه بابة عقلي ليه بتقرأ واتطور من نفسك كان واحد بيقرأ بانتظام هنا كان واحد ولا حد فينا بيقرأ بانتظام واحد بيقرأ بانتظام يعني يحب عندي هواية القرية بانتظام اثنين تلاتة اولاية جيدة برضو مفيش حد من البنات خالص مش فازي من البنات فالقرية بتفق قول بتفتح دماغك زي انا بيقلوه كمان يعني يقلوه قاية الأدب انت مش لازر حتى حدا روحية ممكن تقرأ حدا روحية عشان تعرف اكتر روحيات وكمان تقرأ حدا عامة تقرأ حدا ثقافية افتح ليكيبيديا شوف اين حدث كل يوم ليكيبيديا بيطلع حدث ثقافي بتاعيون النهاردة اقرأ واخد كده معلومة توسع مدارك ممكن تديلك فكرة لما ولدي اسألك سؤال في الفصل ترد عليه تقول لما كده فكرني بحاجة اروتها لما انت كده ردت عليه علمته ان في حاجة اسمها ثقافة وانحنا بنقرأ وانحنا بنعرف فيه كمان باضي روحي بقى روحي ده اهم واحد اللي هو مركز القيم والنبادئ هو ده لو احنا عمشين مع ربنا حلو قوي كل حكتان يتمشي حلو قوي لو انا فعلا شبعان بربنا وعارف كتاب المقدس وعارف انا وعارف ارزيبوكسيتي كويس قوي اللي هو ده القيم والنبادئ اللي انا برتكز عليه ومش هتلاقوها في الكيوسة بأسطلوها حتى بره يعني بره في اشغالنا تلاقي مثلا حد مباري احكلمني تشوف تقولي مستي ممكن تنزيلي عشان مش عارفها ايه اما باش عامل كده ليه ان انا ارزيبوكسي انا شبعان بتمستي كويس ايه لو انت شبعان بكيوسة حلو قوي مشبعان بالروحيات اللي فيها وباجتماعاتها هتلاقي نفسك في حياتك دي المدادئ اللي انت بتتكلم بها العيكة بقى اللي باد الرابع باد الاجتماعي زي اللي احنا بنعمله احنا بنخدم نسويين دياتنا ونسويين نخدم البعض ده بنخلينا دايما في تكزين جربوا كده مره ما تروحوش الخدمة انا متجربوش يعني افتكرو كده فمره ما روحتوش الخدمة تلك اسابيع ايه حالكو ولما تنزيلي الخدمة بانتظام ايه حالكو محاش يجرب افتكرو بس ماشي او اسأل الناس اللي جربوا ولو انا يعني متعبن جدا حتى لو محضركش يبقى اسمك خدك باركة خدمة جدد شفت حاجة جديدة عملت حاجة مختلفة بس اخوص اخي سليت بس انت بس مش مش كده ايه بقى احنا قلنا سبع عدد اريد ارجاعكم تاني سريعا اول حاجة لازم نبقى فعال لازم نبقى عارف انا رايح فين وداي منين وخلصت اه طيب اول عادة اللي انا لازم ابقى فعال ابقى عارف انا رايح فين وداي منين عارف ان انا مسؤول عن حاجة عارف ان انا فاصلي ده مسئوليتي بغض النظر والامين خدمتي بيعمل اين بيعمل ما بيعملش ديوش بتاعتي ربنا اداني فاصل تاني حاجة لازم اشوف انا عايز اعمل ايه فاطيلي من نهوية نفسي في شغلي اترقى ابقى اتخيل وانا قاعد على كرسي الترقية نفسي في اخرس كان ان انا مولمش من دميري او من امين خدمتي او من ربنا لازم احط يعني افكر فيها ازاي احطيه همش هبقى مولم صديس ما هقدقني لنهو اه ممكن تقلب عسلم اه ماشي العادة التالتة انت تحط الاهم اولا انهم الهن عندي النهاردة عندي تحضير وعندي افتقاب وعندي شورل وعندي بيتي وعندي زيارات عائلية ازاي اركب لهم صح بقاس ان انا اعملهم كلهم وما اضغطش علي نفسي تمام بعد كده العادة الرابعة بتقول النجاح للجميع لازم انك عشان تبقى ناجح لازم كل اللي معادي يبقى فصلك في الخدمة يبقى ناجح الخاجم اللي معيك لازم يبقى ناجح عمين خدمتك لازم يبقى ناجح فمش عمرك ما تبقى ناجح وفصلك مش كويس وفصلك في المشاكل وفصلك ما بيعرفش يصلي وما بيعرفش يقرقت المطبس وما ما اشي هينفع فلازم كلنا ننجح العائدة الخامسة بتقول عشان ننجح كلنا لازم نفهم بعض نفهم بعض اتكلموا مع بعض اسمعوا الناس عشان خاطر تقداره تعرفوا هو محتاجين قوي سواء الخادم او المردوم او أمين الخدمة او اي حاجة في حياتنا العائدة السابقة بتقول لازم نبقى ناجحهم عشان نبقى ناجحهم لازم اسمع كويس اتعلم ازاي اسمع اللي قداني سواء لازم ابني علاقات مع اللي حوالي احترم اللي قداني اجي تحلل المشاكل ماقولش هو كده لع مفيش حدث ما هو كده ندور على حل العائدة السابعة بتقول لازم نفيدة جديدة في حياتنا تجديد الانواع ونقرأ نزل نمشي نغضر لو احنا بنغضر فى حاجة ما محتاجين نزود اكتر ممكن نزود بشي مرسيني جده